اشتركوا في القناة وصلت إلى مستوى 43 درجة بمناطق الجنوب الغربي مهبوب رياح شهير وميزات وضع الجو يشوفوا ما كثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي سمال يمكن مغشية بيسحب قليلة في أغلب مناطق البلد والتكفت بصفة تدريجية في فترة ما بعد ظهر بالمرتفعات الغربية البلد ونتوقع لنشاط الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ولقد تتفرع لتشمل بعض الجهات الشرقية أمتار متفارقة وامكانية تساقط البرد في أماكن محدودة فيما خصها لجانب الحركة ريح كانت نشطة نسبيا قرب سواحل اليوم وانتوقعوا باستجاوز سراتها موقعا سبعين كم في الساعة أثناء ظهور وتكون سحب العادية درجة حرارة ليلة تكون من 24 إلى 28 درجة بالشمال وبالوسط وبالنسبة لمناطق الجنوب فمن المنتظر بشترح الأرقام من 28 إلى 32 درجة يوم الغد إن شاء الله مازلنا معانيين بنفس الخصائص ولنحكي هنا على التكونات العادية في فترة ما بعد ظهر بالمرتفعات الغربية لبلادنا استقرار المرتقب في درجات الحرارة وقراءة سريعة ليلة توقعوها خلال يوم الغد نتوقعوا تجهل 36 درجة بالنسبة لتونس العاصمة 31 في جيهة وطن القبلي 36 بيزغوان وبأقصى شمال في بنزرب في مناطق الشمال الغربي توس الحرقس والمستوى الأربعين في باجة 41 في جندوبة 40 بيسليانة وبالكاف بمناطق الوسط 33 بتالة 38 درجة بالقيروان بجيهة الساحل بسوسة 33-32 في المنستير 31 في المهدية في عاصمة الجنوب بسفاقس وقرق 32 درجة بالنسبة لسيدي بوزيد 37 بالقاسرين 36 في مناطق الجنوب الغربي نتوقعوا بسوسة الحرقس والمستوى 39 درجة في قفصة بتوزر 43-42 درجة في قبلي في قابس 33 وببقية مناطق الجنوب شرقي بلاد بجزيرة جربة 31-36 في مدين 38 في تتاوين و37 درجة برمادة بالنسبة للملاحة وصيد البحري بسوحلنا الشمالية يريح في أغلبها مياق شرقي سوراتها من 15 إلى 20 عقدة تتقاوى فعاليتها بعد ذهر تتروح بين 20 إلى 25 عقدة وتصل مؤقتا إلى حدود 30 البحري يكون مضترب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات بخليج حمامات وبجية الساحل يريح تكون جنوبية شرقية سوراتها من 15 إلى 20 عقدة تصل محليا إلى حدود 25 البحري يكون مضترب بمنطقة تشابار رياح أيضا جنوبية شرقية سوراتها من 15 إلى 20 عقدة البحري يكون متموج إلى مضترب وبخليج قابس تتروح سورات الرياح بين 15 إلى 25 عقدة والبحري يكون شديد الاضطراب في مضترب كالعادة نبدوكم فكرة حول حد التقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكشت 30 درجة 16 بالمغرب الأقصى 31 بالجزائر العصمة سماء سافية بترابلوس 33 بالخرطوم 36 36 أيضا بالقاهرة بالبقاء المقدسة نتوقع تزيل 43 في المدينة منورة في مكة المكرمة 39 فالدوحة سماء سافية بأبو ذبي وبمسق 33 حلال نسبية مرتفعة بالكويت وببغداد 47 درجة تقص موشمس بدمشق ببيروت وأيضا بالقدس الشريف 29 درجة بإسطنبول سحب عامة قليلة وبأوروبا نتوقع جوء موشمسة بروم 34 31 بفيينة 24 ببرلين بعد سحب ببريكسيل ببريس وبمرسيليا أمتار منتذرة بجونيف 18 31 في مدريد وسماء سافية في لاشبونة 29 درجة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة يوم الأربعة لتوقع ظهور بعد سحب في أغلب مناطق البلاد والتي تكون محليا كثيفة في فترة ما بعد ظهر بالمرتفعات فيما خصها الجنب الحركي ريح تكون في أغلبها من قطع شرقي ضعيفة إلى معتدلاء وتوصل سرعتها إلى مستوى الأربعين كيلومتر في الساعة بالمناطق الساحلية البحي يكون مضترب بالشمال قليل الاضطراب بخليج حمامات وبجية الساحل ومضترب عفوا قليل الاضطراب فمضترب بخليج جابس وفيما يخص درجات الحراء القصوى فمن المنتظر بشتراح الأرقام بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق الساحلية أعلى نسبيا دخل بلاد أقصى 41 درجة في الجنوب الغربي وأيضا في أقصى الجنوب بنسبة اليوم الخميس مؤشرات نزول الأمتار في الشمال في الوسط ومحليا في الجنوب مازل تريح في أغلبها الشرقية نتوقع انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وتقريبا البحر يكون مضترب باستثناء خليج الحمامات يكون قليل الاضطراب نعيد شروق الغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة وأربع دقيقة غروبه في الساعة سابعة وخمس دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتسال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي موقع الويب تروا دوبلي في بوميتيو بونتايين تبعثوا إرساليات قصيرة وللتصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار أوقات السالة اليوم الغد سالة صبح بداية من رابعة وخمس دقائق قد منتصف النهار وثلاثون دقيقة سالة العصر في الساعة رابعة وسبعة دقائق سالة المغرب في الساعة السبعة وسبعة دقائق قصيرة العيشاء بين الله في الساعة ثمينة وتسعة وثلاثين دقيقة شكرا على حسن وتابع الاهتمام إلى اللقاء